نتوقف الآن عند كلمة الحفل يلقيها سماحة الشيخ مجيد التوبلاني مشكوراً نستقبله بالصلوات على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله طيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته أهنئكم بهذه المناسبة العظيمة ذكرى ميلاد أبي الأحرار ميلاد الإسلام المحمدي الأصيل ميلاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يحار المر حينما يقف في حضرة الحسين كما تحار حينما تقف أمام ضريحه ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ أي مشاعر تعبر؟ ما تدري لأنك تقف أمام إنسان عظيم إنسان استثنائي في حركة الأنبياء والرسالات حينما نتكلم عن الحسين سلام الله عليه وحينما نكون في محطة كمحطة الحسين ماذا ينبغي علينا أن نقف عنده في هذه المحطة؟ ما الذي ينبغي علينا أيها الأحبة من أجل أن نكون حسينيين بحق؟ نحن دائما نحتفل بالحسين وما آتمنا هذه كلها أقيمة للحسين وأهل البيت عليهم السلام أقاموا عزاءهم ابتداءً على الحسين الشخص الذي نال عزاء ومواسات وثواب الشعر في من يكتب فيه هو الحسين وببركة الحسين نال أيضاً إلى إمة الآخرون مثل هذه الذكريات كان البدء من الحسين ومن مأساة الحسين الحسين أيها الأحبة هو حجة الله علينا في يوم القيامة حينما تعرف الحسين وتكون موجود في مأتم الحسين وتلطم على الحسين حينما يأتي ذلك الإنسان ليكون بعيداً عن الحسين أول ما يحتج به يوم القيامة أولم تعرف الحسين كيف لمن يعرف الحسين أن يبتعد عن خطه حينما يأتي ذلك العاصي البعيد المبتعد عن الله أول ما يحج به أولم تعرف الحسين الحسين هو الحج العظمى علينا أيها الأحبة لأن من عرف الحسين وتشرب بفكر الحسين وتغذى على وعي الحسين فإنه لا ينفك عن الحسين أبداً نحن نتغذى جسداً وروحاً بالحسين فهو قد اختلط بدمائنا واختلط بقلوبنا وأرواحنا لذلك السؤال الذي أطرحه وهو حاول أن أجيب عنه هذه الليلة متى نكون حسينيين بحق كيف ننتقل من الذات إلى الحسين وكيف نجسد الحسين في حياتنا نكون حسينيين أيها الأحبة حين نتصل بالله ونربط حركاتنا وسكناتنا بالله كما كان الحسين سلام الله عليه وهذا الارتباط بالله لا لهدف غير الرضى الإلهي ما كان الحسين يهدف إلى جنة ولا إلى أن يكون بين الحور العين ما كان الحسين كغيره أو أصحاب الحسين كغيرهم من من يقدم نفسه بعنوان أنه شهيد من أجل ماذا؟ من أجل أن ينال على ثواب الله في الآخرة من جنان ومن حور عين ومن أنهار وما ذلك لا كان هدف الحسين سلام الله عليه والرضى الإلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك هذا الحب وهذا الارتباط هو الذي دفعه الحسين إلهي إن كان هذا يرضيك فاخذ حتى ترضى ما يهم مسألة جنة ونا وليهم نعيم جنة وإنما هو الرضى الإلهي رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه المعادلة بين الإمام وبين الله يعني بالفعل الحسين ما كان يؤمن بجنة مو محتاج ترى إلى الشهادة إذا صح التعبير حتى يدخل الجنة الحسين في سورة الإنسان وصف الله له جنة من أرواع الجنات وآتاهم بما صبروا جنة وحريروا أخذ الآيات يعني هو ضام أفضل جنة فلو صح التعبير يمكن أن نقول بأنه مو محتاج إلى أن يستشهد حتى يدخل الجنة هو ضامن ضامن عنده من الله ولكنه دخل في تلك الشهادة لأن درجات القرب الإلهي لا تكون إلا بهذه الشهادة فهل نكون مثل الحسين نتصل بالله سبحانه وتعالى نعم نكون حسينيين بحق حين تكون أهداف ثورة الحسين هي خططنا وأهدافها خلنا نبرمج أهدافنا على ثورة الحسين شنو كانت هدف الثورة؟ شنو كانت مرامي الثورة؟ نحن ننطلق من خلال هذه الأهداف كخطة عمل نسويها إلينا في خط الحسين الحسين حينما خرج من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علينا أن نجعل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطة عمل نسير عليها في حياتنا إذن نحن نبني من خلال الحسين هذا الوجود ونبني من خلال الحسين سلام الله عليه خطتنا ووعينا وننطلق من خلال خطط الحسين أهدافي هي أهداف الحسين خططي هي خطط الحسين ثالثة والحسين سلام الله عليه ملهم للثورات مو فقط ثورتنا الثورات الإسلامية في يوم من الأيام ألقيت محاضرة الحسين في فكر الآخر والآخر مو المسلمين لا وإنما الآخر أولئك الذين ليسوا بمسلمين لأن عندنا من بعض المسلمين من هو بعيد عن خط الحسين وجبت أقوال أكثر من أربعمائة قائد قائد سياسي وفيلسوف وحاكم وقائد ثورة كلها كانت تصف في حركة الحسين وتتكلم عن حركة الحسين هؤلاء تداء من الغاندي وانت رايح أخذوا من ثورة الحسين سلام الله عليه عبرة وانطلقوا من هذه الثورة واستطاعوا أن ينتصروا ذلك حينما كان لهم اتصال بالحسين بطريقة أو بأخرى ثالثا نكون حسينيين بحق حين نحول الشعارات الحسينية إلى شعائر وواقع نحمل إحنا شعارات كثيرة في الحياة سرعان ما تتلاشى وتنتهي اجي دول واجي ثورات وترفع شعارات ما هي إلا أيام وإذا أنك تكتشف أن ما صنع من شعار ما هو إلا لخدعة الناس لا يعدو أن يكون خداعا للناس جاءت الدولة العباسية ورفعت شعار الإسلام وتسمى حكامها كلهم بأسماء إسلامية صبغوها بأسماء إسلامية صبغوا ألقابهم بأسماء إلهية الواثق بالله المتوكل على الله وخذ من هذا الكلام لكن سرعان ما يتبين كذب هؤلاء على مسرح التاريخ فكانوا لعنة بدل أن يكونوا ممثلين إلى الإسلام كل الثورات التي جاءت وحملت شعارات تنتهي تلك الشعارات وبعد ذلك بيين زيف الشعارات التي رفعت وضحها الناس من أجدها جاءت الثورة الفرنسية معادلة معاسة تعادل وحقوق وحقوق إنسان ولكنك ترى اليوم في فرنسا نفسها تعدي على حقوق الناس وتعدي على حقوق الآخرين وحقوق الأديان كلها شعارات فاضية لكن حينما وقف الحسين عليه السلام وقال مثلي لا يبايع مثله كان شعارا التزم به الحسين وأحباب الحسين إلى يوم القلاة فلم يقع بيئة من حسيني بحق إلى طاغ من الطواغيت حينما جاء الحسين ورفع شعار هيهات من الذلة عاش العزة والكرام ومو فقط الحسين ولثولة الحسين وإنما كل من كان يسير في خط الحسين تحول الشعار إلى منهج تحول الشعار إلى فلسفة فإذا كنا نريد بالفعل أن نكون حسينيين بحق علينا أن نحول هذه الشعارات إلى فلسفة إلى فلسفة حيان رابعا نكون حسينيين بحق حين نكون نزيهين كالحسين وأصحابه أروع مثال للنزاهة نزاهة القائد ونزاهة الجنود والطاعة إلى القائد كانت هناك محطات يمكن أن تكون فاصلة في حياة الثورة الحسينية ولكن للنزاهة تحمل أصحاب الحسين الخسارة الفالحة والقتل من أجل أن لا يخرجه على أسلوب النزاهة مسلم بن عقيل كان بإمكانه أن تكون الكوفة بأكملها في قبضته ضربة واحدة بس إلى عبيد الله بن زياد كما اتفق معها أو مع الشريك على النصوص ما الذي منعه كانت هذه كتبارقة كبيرة في حركة الثورة لأن أصلا في تلك الفترة الكوفة ما فيها قائد أصلا ولا فيها جيش مدرب ولا فيها قوة كانت هذه الضربة كفيلة بأن تغير كل المعادلات لكن أوقفه قول لرسول الله الإيمان قيد الفتك والمؤمن لا يفتك نزاهة ولو فعلها يجي المبررات والله هذه حرب والحرب خدعة والحرب كذا لكن لم يرد الحسين ولا أنصاره أن تكون ثورة الحسين قائمة على خدعة أو شبه خدعة كان كل شيء نزيها في حركة الحسين هل نعيش النزاهة يا جماعة إحنا في حركتنا اليومية وإحنا ننطلق مع الحسين مع الناس في المجتمع هل نعيش حالا من النزاهة حينما نتعامل مع الآخرين في مجتمعاتنا أو عدنا شوي في بعض الأحيان جنبزة ونحاول أن نتلاعب بالألفاظ ونتلاعب بالمشاعر إذا كان كذلك فلسنا بحسينيين بحق الحسيني بحق هو الذي يكون قادرا على أن يكون نزيها في وقت الصعار ومع الآخرين نكون حسينيين بحق أيها الأحبة حين نجسد الجانب الإنساني في حياتنا الإسلامي والأحبة ما جاء وحول المفاهيم الإنسانية إلى مفاهيم إسلامية جاب في المفاهيم صلاة صوم عبادة ما إلى ذلك ولكن حينما جاء إلى العدل جعله سمة عامة للمسلم وغيره وحتى اليهود يعيش في دولة المسلمين بعدل والنصراني بعدل وكل أولئك بعدل ما حول العدل إلى مفهوم إسلام بحق حينما جاء إلى المواسات لم يحوله إلى مفهوم إسلامي بحق بمعنى أنه لم يسلم بالمفاهيم الإنسانية يعني ما حولها إلى مفاهيم دينية ضيقة جعلها على سعتها المواسات جعله مواساة للمسلم وغيره أمير المؤمنين سلام الله عليه ينظر إلى ذلك النصراني الذي كان يتكفف الناس على قارعة الطريق مثل سلمان ومثل غيره من الصحابة هذا نصراني قال له حق في بيت المال عنصر الأمور الشعارات والمبادئ الإنسانية جعلها الإسلام تركها كما هي إسلامية عامة لذلك الجانب الإنساني واضح في واقعة عاشورة وقلت لك في بعض الأحيان هذا الجوانب اتكلف كثير يتكلف يا أخي ماذا تقول في قائد مع أهله مع أصحابه يستقبلهم جيش يفوقهم عدة وعددة قبل الوصول إلى كربلا جيش الحر وقلت لك أنا في ذلك الفترة ما كان جيش ابن زياد والأمويين عندهم استعداد للحرب وإلا جيش بمئة فارس طالع من منطقة قريبة من الكوفة طالع ما عنده ماء ما عنده استعدادات ما عنده استعدادات للحرب حتى ما وصلوا عطاشة ما عندهم شيء يعني مو جيش طالع إلى قتال مو جيش مجهز كان بأمكان واحد من الأصحاب يلتفت إلى الإمام يقول لي ألا نميل عليهم ميلة واحدة كل واحد دائخ خلنا ننهي المعركة نحسمها هنا إذا هي معركة قال لا كان أمر الإمام إنسانيا اسقوا القوم ورشفوا الخيلة ترشيفا وإذا بالفعل يبذل الماء الذي سوف يمنع عنه أياما لهؤلاء القوم ويبذل لهم وخيولهم الماء في تلك اللحظة كان أصعب شيء وأهم شيء عملة صعبة لكنه ضحى من أجل شنو إنسانية مبدأ إنساني كان يراه وشوف يا حبيبي هؤلاء الذين أعطاهم الماء ورشف خيولهم بالماء منعوه من الله ما وقف في يوم عاشور وقال يا جماعة أنا أعطيتكم ماء وحينما خرج بابنه الرضيع ما وقف أمام القوم وقال لهم بما أنني سقيت جيشكم ألف من الجنود ما أن إسقوا هذا بس عواض لا يعني على قولة نحن ما أجاب ليهم طاري أنه فعل أمر إياهم أمر حسن لم يمن عليهم بشيء لأنه لم يفعله من أجل أن يستثمر هذا الفعل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فعله بدافع الإنسانية كان المبدأ الإنساني هو الذي دفعه الإمام عندي وقت له إيش أنا ما أدري بالوقت خلني أختصر شوي بصورة سريعة نكون حسينيين أيها الأحبة حين نعيش التضحية والفداء للحق في أرواحنا مثل ما كان الحسين وأمصاره فكانوا يلتذون بالموت دون الحسين التذاذ الطفل بمحالب الأمم عدهم عشق للحسين لذلك يا حبيبي كان أمصار الحسين قدوة إلى العالم روح قرى التاريخ خاض المسلمون حروباً وهم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله ما شفنا واحد من التاريخ مدح في المسلمين في غزوة من الغزوات ولا درسه ولا أشار إليه بل إن القرآن الكريم عاتب ولام المسلمين من المهاجرين والأمصار في حنين وفي أحد لم يكن المسلمون حتى وهم تحت راية الرسول قدوة إلى العالم بل كانوا يمثلون في بعض الأحيان لوما كانوا يمثلون حالات سلبية في بعض الأحيان مثل ما كان في يوم حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ثلاث دقائق ما قلت شيئاً ولكن كان الحسين غير ذلك إلى نكون أيها الأحبة حسينيين حينما نتفاعل وجداناً مع الحسين نكون حسينيين حينما ننصهر ونذوب في نهضة الحسين المباركة قلت ليكم من البداية الحسين حجة علينا ليس هناك مفر من سؤال الله إن أخطأنا وابتعدنا أولم تعرف الحسين لذلك أيها الأحبة علينا أن نعيش مع الحسين في كل لحظات حياتنا أن نلتزم بالحسين في كل آن الآن أن يتحول الحسين إلى فرد من أفراد مجتمعنا وفرد من أفراد أسرتنا لنحقق الرضى الإلهي بالحسين هناك الكثير من الأمور ما ذكرتها أنا فقط في نصف الحديث لكن الوقت داهمنا في الختام أشكر للأخوة العزاء لهذه الدعوة وأنا دائماً أشيد بالأخوة هنا في هذه المنطقة قرية الكورة وأشيد أيضاً بالطاقم الإعلامي من الشباب الجاد وكذا مرة أشرت إلى أن هؤلاء الشباب طاقات متفجرة واقعاً ينبغي أن نحافظ عليها كما نشير إلى أن الطاقات الشباب أيضاً يمكن استخدامها يعني نقلها من عملية التنفيذ والتصوير وركب علام وشيل علام وشيل سماعة فلنشركهم أيضاً في صناعة القرار وفي الإدارات خلونا نشب بالإدارات في كل مكان تدخل الطاقات الشبابية في الإدارة لأن أعتقد أن لديها الكثير من الأفكار ولديها الأمور الكثيرة التي يمكن أن تعطيها نشكلكم جميعاً وصلى اللهم على محمد وآل محمد نشكر سماعة الشيخ مجيد التوبلاني على ما أفادنا من معلومات قيمة وبيّن لنا كيف لنا أن نذوب في خط الحسين كما ذاب في الله أدامه الله معلماً معطاءاً للمؤمنين ترجمة نانسي قنقر